قدر للشاعر عمر أبو ريشة رحمه الله أن يعيش في هذا الزمن الذي همش فيه فحول الشعراء وظلموا وقدم فيه المتشاعرون المتكلفون وكرموا هذه حلقة نعرض فيها بعض إنتاج عمر أبو ريشة أحد أساطير الشعر العربي المعاصر أهلا بكم في الأمال عمر أبو ريشة شاعر سوري ولد عام 1908 في عكا التي هي موطن أمه أما أبوه شافع أبو ريشة فقد كان موظفا ساميا كان قائم مقام لمنطقة حلب وما جاورها عاش شاعرنا طفولته في منبش ثم انتقل بعد سن العاشرة لحلب ودرس بمدارسها ثم أرسله أبوه إلى بيروت ليدرس في الجامعة الأمريكية ثم عام 1929 سافر لإنجلترا ليدرس الكيمياء في جامعة مانشستر ولبث في إنجلترا ثلاثة أعوام لكنه لم يكمل تخصصه فعاد إلى حلب عام 1932 بين 1932 و1949 أقام عمر أبو ريشة بحلب وتنقل بين مدن الشام وزار بغداد مرات وناضل سياسيا ضد الانتداب الفرنسي فكان إسهمه النضالي مهما في الحركة الثورية حينئذ إلى أن اكتمل استقلال سوريا عام 1946 وفي هذه المدة تثقف عمر أبو ريشة وقوى رصيده العلمي وأتقن الإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية طبعا وهذا من مزايا الأوائل أنهم نعم كانوا يهتمون بتعلم اللغات الأجنبية لكن ذلك لم يكن أبدا على حساب اللغة العربية فالعربية على رأس الأولويات بين 1949 و1970 تقلد عمر أبو ريشة منصب السفير في أكثر من دولة فعمل السفيرا لسوريا في البرازيل عمل السفيرا في الأرجنتين وتشيلي كذلك عمل السفيرا في الهند في الولايات المتحدة في النمسا فتنقل بين مدن العالم وعواصمه فكان حلقة توصل بين الجاليات الشامية ومواطنها ونال العضوية في كثير من المؤسسات الثقافية الدولية تقاعد عمر أبو ريشة بعد 1970 وأقام ببيروت هو ليس غريبا على لبنان كما أسلفنا خاصة أن زوجته مونيرا مراد هي من البقاع البقاع هي هذا السهل الممتد الذي يربط جبال لبنان الشرقية بجباله الغربية عاش عمر أبو ريشة تقاعدا حيويا فكان كثير السفر إلى بلاد الدنيا إلى أن توفي في مرضه الأخير بمستشفى الرياض بالسعودية عام 1990 ثم نقل إلى حلب حيث دفن بها رحمه الله لا تحتاج براعة عمر أبو ريشة في الشعر إلى تقديم كبير فأشعاره تتحدث عن نفسها في جميع الأغراط الرجل له أشعار كثيرة في الوطن في الغزل في الفخر في الحكمة في الرذاء وله أيضا أشعار في متح النبي صلى الله عليه وسلم عمر أبو ريشة كانت روحه تسيل مع أشعاره فلا يقول إلا بيتا خارجا من أعماق قلبه ولعلكم سمعتم بتوجعه المشهور الذي سطره بعد نكبة 48 حيث يقول أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم إلى أن يقول أبيته الشهيرة ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم ربوى معتصماه انطلقت ملأ أفواه البنات اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم كان عمر أبو ريشة رحمه الله وفيا لأحبابه وأصحابه وكان يذوب حرقة إذا خطف الموت أحد خلانه وترى ذلك واضحا في مراثيه المؤلمة كرذائه لجميل مراد شقيق زوجته حيث يقول من ملحمة طويلة متذكرا أيام أنسه مع جميل مراد وصداقتهما في لبنان يا مغاني لبنان هل هجع السمار وانفض عقدهم يا مغاني أين نادل لنا سهرت عليه والليالي مطروفة الأجفان كم أوينا إليه نغسل فيه صدأ العمر من غبار الزمان تلك أشلاؤه يكفنها الصمت ويلقي بها إلى النسيان فكؤوس الندمان ليس عليها أثر من مراشف الندمان وبقايا الأوتار مخنوقة الأصداء منذورة على العيدان ذاك نادل لنا فيا روعة الأسرار نامي في حجرة الكتمان يا حبيبي سالت حناجر تحناني فهل أنت سامع تحناني وكذلك رذاؤه الجميل لرفيقه في النضال حلم الأتاسي حيث يقول أيضا من ملحمة طويلة شهد الله أن وفيت بما عاهدت في موقف النضال الصراحي وتغاضيت عن وشاية واش وتصاممت عن إساءة لاحي وأبيت الحكم الشهية فلم نلمحك فيه فراشة المصباح وبذلت الحياة في دفع ضيم وهدى حيرة وفك سراحي فإذا أنت ذكريات غوال وأغاني المقيم والنزاح ومن عذب شعره وكله عذب قوله تلك الرؤى من باسمات الشباب ما زلت ألمسها على أهدابي أيام أطلق للفؤاد عنانه وأنيخ في ليل السرور ركابي إن الحياة جميلة إن أهلها عرفوا مكان جماله الخلابي أما غزل عمر أبو ريشة حين تقرأه وتسمعه ستعيش مع الشاعر حياته بالتفصيل فترى ألوان معاناته في الغرام ومكابدته البعد والهجر وغير ذلك من صروف العشق إقبالا وإدبارا اسمع مثلا أبياته الجميلة التي يصف فيها عودة محبوبته بعد هجر طويل فيقول عدت لي يا طولها من غربة خضر الصبر بها والألم كيف ألقاك وهل يرضيك أن يتعرى جرحي الملتئم أمنياتي ذهب الماضي بها وخيالاتي طواها العدم وبقايا ذكرياتي تعبت فهي لا تبكي ولا تبتسم ويقول في ملحمة أخرى مؤلمة واصفا بذل المحبوب لمن يحبه حتى وهو يجود بروحه إني سفكت دمي لها حبا عساها تشبع كغزالة مطعونة أحشاؤها تتقطع لما رأت بصغيرها الجوع الشديد يروع زحفت لترضعه وماتت وهو باقي يرضع ويصف مرة بعده عن محبوبته وأنه لم يجد بعدها سرورا ولا سعادة فيقول كل ناد يممته لم تطب لي فيه كأس ولم يرق فيه ساقي كل حلم خبأته في خيالي لم تشاهد أطيافه أحداقي وأطلت المطاف في غيهب العمر ألف الإخفاق بالإخفاقي وأواري بين الجوانح الكراكي فتطفو على حواش المآقي وكذلك وداعيته العذبة بعدما رد إلى محبوبته رسائلها التي كانت تكتبها إليه وانتهت بذلك علاقتهما بعد رحلة حب طويلة فيقول قفي لا تخجلي مني فما أشقاك أشقاني كلانا مر بالنعمة مرور المتعب الواني وغادرها كومض الشوق في أحداق سكراني قفي لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني خذي ما سطرت كفاك من وجد وأشجاني صحائف طالما هزت بوحي منك ألحاني خلعت بها على قدميك حلم العالم الفاني لنطوي الأمس والنسدل عليه ذيل نسياني فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحناني وسيري سير حالمة وقولي كان يهواني ويصف مرة وصفا بديعا نوم امرأة وانعكاس مصباح الغرفة على جبهتها وظل أجفانها على خدها وابتسامتها في نومها فيقول نامت وللمصباح موجاته على الجبين الهادئ الناعم يرمي مديد الظل في خدها من جفنها المستسلم الحالم ظل أرا فيه ارتعاش الهوى منطلقا من قلبها الهائم تخاصرت للرقص أطيافه ثم ارتمت في ذغرها الباسم قل ما قال عمر أبو ريشة شعرا إلا وكانت فيه حكمة أو زهد أو كبرياء فيقول مثلا حاضا على الابتعاد عن الناس منتهى العقل أن يعيش أخ العقل بعيدا عن هذه الضوضاء مثل قس سميره أرغن الدير وخفق الناقوس في الظلماء وجمال الغدوات وقت الصباح وجلال الروحات غب مساء كلما مثل الأنام لعينيه علته ابتسامة استهزائي ومرة يذم حب البقاء وتمني الإنسان أن يبقى طويلا حتى لو كان ذليلا فيقول قل لمن يعشق الحياة على الضيم ويخشى بروق عمر قصير النواعير تنفذ الضجر القاتل ما بين دمعها والزفير سئمت عمرها الطويلة فما تندب إلا خلودها في الدهور ما معنى هذا النواعير عرف أهل الشام بصناعتها وهي هذه الدوائر الخشبية الضخمة التي تنصب على مجرى النهر وتكون فيها فراغات أو دلاء هذه الدائرة أو الناعورة تدور في النهر فيمتل أسفلها بالماء وإلى على أسفلها في الدوران سكب الماء على ضفة النهر هي هدفها الاستقاء من ماء النهر وهذه النواعير عرف بها أهل الشام قديما ففي حماه مثلا أقدم نواعير العالم يقال إن عمرها ألف سنة فالشاعر يقول إلا كان الخلود مفيدا فهذه النواعير خالدة ومع ذلك تنفذ الحزن لكثرة ما مر عليها من حقب مؤلمة كان عمر أبو ريشة مداحا للنبي صلى الله عليه وسلم وله ملاحم طويلة يمدح بها الرسالة المحمدية ومن جميل متحه قوله أحمد واذبت الحياة إلى النور بحال جمالها والجلال أمر الله أن تفيئ إليها كل نفس معتوقة من عقال أين نادل للجاهلية رحب ما تخلى عن سامر ونقال أين زهو الأصنام في كعبة الله وما حيك حولها من ضلال لا تسل أين كل أذن الصم رقصت في صداء ذان بلال فإذا المؤمنون في الأرض سيل غاسل لوذة العصور الخوالي رحم الله عمر أبو ريشة فقد كان نسمة من نسمات الدنيا وكان بسمة الشام وحزنها وكان شاعر العربي وشعورهم تابعوا الأمال رجاء على منصات التواصل تحية طيبة